مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي والتي نقمن فيها علامات الأسماء فمن علامات الأسماء النداء فالنداء علامة خاصة بالاسم ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف فكل كلمة تنادى هي اسم والنداء هو علامة اسميتها ومثال ذلك قول الله تعالى وقلنا يا آدم واسكن أنت وزوجك الجنة فآدم اسم لقبوله النداء ملاحظة قد لا يرد بعد النداء اسم مثل قول الله تعالى يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بآيات ربنا وكذلك قول الله تعالى يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَا هُنَا دَخَلَتْ عَلَى لَيْتَا فَيَا هُنَا لَيْسَتْ لِلْنِدَاءِ بل هي حرف تنبيه مبني على السكون وبالتالي فهي ليست للنداء هي للتنبيه لتنبيه المستمع العلامة الرابعة من علامات الأسماء التي تقبلها الأسماء ولا يقبلها غيرها من أنواع الكلام هي دخول أل التعريفية على الكلمة مثل الجمل، الجبل، الجامعة، الكتاب، القلم كل هذه الكلمات أسماء لو جربنا أن ندخل أل على غيرها هل يصح أن نقول في أقول أل في أو أل إلى لا يصح لأنه حرف لا يقبلها كذلك يذاكر هل يصح أن أدخل علي على الفعل يذاكر أل أقول أل يذاكر لا يصح لغة لأن هذا فعل وليس اسما العلامة الخامسة والأخيرة من علامات الأسماء هو الإسناد إليه ويقصد بالإسناد إليه هو أن يسند للإسم ما تتم به الفائدة أي يأتي بعد الإسم أو قبله ما يسند إليه ما يتم به الفائدة والمقصود بذلك أن يكون الإسم فقط هو الذي يكون في موضع المبتدأ أو موضع الفاعل وهو المسند إليه أسندنا إليه شيئا أقول محمد مجتهد أسندنا إلى محمد الإجدهاد أقول ذاكر خالد أسندنا إلى خالد مذاكرة فلا يكون المبتدأ والفاعل إلا إسما وهو المسند إليه وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الأسماء ونلتقي بكم في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى عن علامات الفعل إلى لقاء